فصل جديد من المعركة القضائية التي تشنو الحكومة الإسبانية ضد دعاة الانفصال الكتالان كارلوس بوجيمونت وأربعة من كبار مستشاره في قبضة العدالة البلجيكية استجابة لمذكرة توقف أوروبية صادرة عن الحكومة الإسبانية رئيس إقليم كتالونيا المعزول يسلم نفسه للسلطات القضائية البلجيكية في تفاصيل هذه التطورات الأخيرة الناطق باسم النيابة العامة البلجيكية كشف عن وجود اتصالات مكثفة مع محامي زعماء الكتالان قبل أن يسلم أنفسهم في أحد مراكز الشرطة في صباح هذا اليوم قدم الأشخاص الخمسة المطلوبين للعدالة الإسبانية أنفسهم إلى الشرطة البلجيكية الاتحادية الأشخاص المعنيون بالقرار حضروا إلى مركز الشرطة رفقة محاميهم حيث أخبرناهم رسميا بأوامر الاعتقال الأوروبية الصادرة في حقهم وبعد تسليم رئيس الإقليم المعزول وأربعة من مستشاره أنفسهم للعدالة البلجيكية يظل مصير الموقفين بيد قاضي التحقيق ففي غضون الساعة القادمة يرتقب أن يصدر قاضي التحقيق البلجيكي قرارا يشمل إمكانية الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال أو الإفراج عنهم بكفالة مالية سيتولى المدعي تسليمهم إلى قاضي التحقيق الذي يحق له رفض أوامر الاعتقال الأوروبي أو تنفيذ الاعتقال أو إمكانية الإفراج عنهم بكفالة ويجب أن يصدر قاضي التحقيق قراره في غضون الأربع والعشرين الساعة القادمة خطوة كارلوس بوجي منتسليم نفسه للعدالة البلجيكية سرعان ما خلف الترود دفع المؤيدة في الشارع الإسباني أعتقد أنها خطوة جيدة لإظهار أنه ليس هاربا من العدالة بل يبحث عن عدالة مستقلة ونزيها وهذا أمر غير حاضر هنا في إسبانيا يجب علينا أن ننتظر الخطوات القادمة من المدعي العام البلجيكي وتلك الصادرة من السلطات الإسبانية أحترم خطوته وعلينا أن ننتظر ما ستقرره المؤسسات وفي ذل أسوأ أزمة سياسية تعيشوا إسبانيا منذ عقود تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة التي يرتقب أن تتخذها السلطة القضائية البلجيكية وعلى الرغم من تفعيل مذكرة التوقف الأوروبية فإن تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء تظل عملية قضائية معقدة بسبب طول الإجراءات القانونية ووجه القضاء الإسباني تهاما ثقيلة لقادة الكطلان تشمل العسيان واختلاس الأموال وهي التهم التي تصل عقوبتها وفق القانون الإسباني إلى السجن ثلاثين عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر